تؤكد إدارة قناة الأهلي أن القناة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي وإنها على تواصل مستمر مع كافة المرشحين ومع إدارة حملاتهم كما أنها أعلنت بوضوح طريقة التعاملات التجارية مع القناة حتى تستطيع أن تستقبل رغباتهم في بث أعلانات حملاتهم على القناة علماً بأن إدارة القناة تواصلت منذ أكثر من عشرة أيام مع الحملات الانتخابية والقطاع التجاري موضحة وشارحة لكيفية الاتصال من أجل إعلانات السادة المرشحين دون استثناء وتؤكد إدارة القناة أن برامجها وسياستها التحريرية بها تنوع كامل وشامل لتغطية أخبار كل المرشحين وترحي رؤاهم وبرامجهم كخدمة لمشاهد القناة حتى أن البعض هاجم إدارة القناة خلال الشهور الماضية بسبب ما اعتبروه نقد عنيف يصل لدرجة الهجوم ضد مجلس الإدارة الحالي وبالرغم من ذلك اختارت إدارة القناة ترك حرية الرأي لكافة الاتجاهات والطيارات التي تعبر عن ناديها العريق وحتى تكون هذه الحرية مكفولة للجميع دون تدخلات من القائمين على إدارة السياسة التحريرية للقناة وتعلن إدارة القناة مجددا جاهزيتها لاستقبال ما يرغب السادة المرشحون في بثه على شاشتهم الأهلي لكي يقدمون برامجهم الانتخابية بالطريقة التي تناسبهم وتكون معبرة بحق عن رؤاهم تجاه مستقبل الأهلي وأخيرا فأن أهم ما نرغب في إعلانه وأعلامه للرأي العام وفي المقدمة منهم جماهير الأهل العظيمة وأعضاء جمعيته العمومية أن قناة الأهلي لا يشغلها سوى الحفاظ على مصلحة القلعة الحمراء فكما تعلمنا من تاريخ هذا النادي العريق أن الأهلي أهم من كل الأسماء وأرفع من جميع المناصب مع كامل التقدير والتوقير لكافة المرشحين فهم جميعا أولا وأخيرا مثلنا لا يقصدون سوى مجد الأهلي مشوار من الاستعداد شكرا لكم